من العلماء كذلك اللي كانوا على مذهب السلف خاصة في مدينة ضر البيضة القاضي الزبير الزبير الحسن رحمه الله هذا كان قاضي في المحكمة وكانت له دروس في المساجد وكان يلهج ويصرح بعقيدة السلف وينكر القبور وأنقض الله سبحانه وتعالى به جماعة من الناس كانوا طرقيين في الضر البيضة أعرفوا جماعة منهم كان بعضهم كان بوتشيشيا بعضهم كان ضرقاويا بعضهم كان تيجانيا ولكن أنقذهم الله سبحانه وتعالى بهذا العالم الشيخ الزبير رحمة الله عليه كانت له دروس وكان العوام يحبونه أحد الحب عظيم لأنه كان يتكلم معهم بالدارجة يغرس فيهم عقيدة السلف بطريقته وبأسلوبه وكان محبوباً وكان الطريقة لبقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شكراً لكم على مشاهدة البديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة